وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 689 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 752 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط نحو 47 طن وفي مجال حجب أرز الشعيري والأبيض تم ضبط أكثر من 634 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 71 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 917 قضية من بينها 243 قضية خبز نقص الوزن و272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر